موسيقى الثالثة تماما أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظم نظيره المصري مصطفى مدبولي بمقر المجلس وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد صحاف أن وفد الحكومة المصرية الذي يترأسه مدبولي يضم وزراء ومسؤولين وسيوقعون مذكرات تفاهم تعزيزا لآلية العمل الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان لتعظيم الواردات العراقية والبوابات الاقتصادية وأوضح صحاف أن العراق يعمل اليوم على تنويع علاقاته الاستراتيجية مع عمقه العربي وأشار إلى أن العراق ومصر استكمل حوارات معمقة للاستفادة من القدرات التي تتوافر عليها مصر في قطاعات الإسكان والأعمار والزراعة والصحة من شأنها إعادة بث البرامجيات التي تحسن التواصل على مستوى الخبرات وبناء الطاقات وتعزيز البيئة الاستثمارية المشتركة على مستوى القطاعين الخاص في البلدين وهذا الأمر سيفضي إلى شركات بين القطاعين وسينتهي بتسهيلات مشتركة على كافة الأصعد والمجالات أربى رئيس الجمهورية برهم صالح عن تضامنه مع تركيا بعد وقوع زلزالين في إزمير وقال صالح من خلال برقية تابعنا بقلق بالغ أنباء نتائج المؤلمة لزلزالين الذين تعرضت لهما بعض المناطق في تركيا معربان عن الحزن الشديد لما حصل فإننا نتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظ الشعب التركي صديق وأن يمنى على بلدكم الجار بأمنه واستقراره وقدم رئيس الجمهورية تعازي والمواساة لعوائل الضحايا والمنكوبين سائلا المولى تعالى أن يتغمض الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وشفاء العاجل للجرحى والمصابين أفاد مصدر أمني بأن قواتا من الجيش أزالت خيام الاحتجاج وسط العاصمة بغداد دون وقوع صدامات تزامنا مع إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد عام على إغلاقهما منذ اندلاع ثورة تشرين وقال قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد أنهم باشروا فجرا بإعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة المرور وأضف أن ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة غرد رئيس مجلس الوزراء مصطفى القظمي بشأن فتح ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها مؤكدا أن العراق لن ينسى شبابه وقال القظمي أن شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بيبدأ أقصى درجات التعاون لفتح ساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية وأضف أن الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام واختتم رئيس الوزراء تغريدته قائلا العراق لن ينسى شبابه تفقد مستشار الأمن القوم قسم الأعرج ساحة تحرير للأطلاع على إجراءات قيادة عمليات بغداد لفتح جسر الجمهورية وشوارع المحيطة بالساحة وسط بغداد وأجرى الأعرج وفق بيان صادر عن مكتبه الأعلامي جولة ميدانية في ساحة ونفق تحرير وتجول في الشوارع المحيطة بالساحة وجسر الجمهورية تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية وعودة أصحاب المحلات التجارية إلى أعمالهم وأكد الأعرج أن الحكومة عازم على تذليل الصعوبات أمام المواطنين إلى جانب تلبية مطالبهم الحق وجه مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلزام موظف كافة الوزرات والجهات غير المرتبطة بها فضلا عن المحافظات بإجراء عمليات التسجيل البيومتري لبطاقات الناخبين نلحف على المشاركة بعملية التصويت في الانتخابات المقبلة قال مدير عام شركة العام لكبريت المشراق في ناحية الشورى جنوب الموصل عبد المنعم نايف أنه تم وضع خطة استراتيجية جديدة لإعادة تشغيل مصانع الشركة المتوقفة مشيرني لأنه تم رفع الطاقة الانتجية لمعمل انتاج مادة الشاب المستخدمة في تصفية ميه الشورب إلى ثمانين ألف طن سنويا وأكد نايف أن الشركة على استعداد لسد احتياجات الأسواق المحلية من مادة الشاب وأضاف أن الشركة أعدت خطة لرفع مستوى انتاج الكبريت الزراعي بواقع عشر طن يوميا ولفت نايف لوجود مباحثات بين إدارة الشركة والوزارة لأعلان خط انتاج الكبريت كفرصة استثمارية وفيما يخصه الحرائق بساحات الكبريت أشار نايف إلى أنه تم اتخاذ تدابير احترازية للحد من خطورة هذه الحرائق حيث تم إنشاء شبكة أطفاء حول هذه الساحات وطلب مدير عام شركة الحكومة والجهات المعنية بضرورة زيادة التخصيصات المالية من أجل زيادة الإنتاج دولياً الآن اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن حرية التعبير ليست بلا حدود وأنها يجب أن لا تسبب إساءة بشكل تعصفي ودون داع لفئات بعينها وفي رد حول نشر صور كريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سندافع دائماً عن حرية التعبير لكن حرية التعبير ليست بلا حدود وتابع أنه من واجبنا أن نتصرف باحترام تجاه الآخرين وأن نسعى إلى عدم جرح من نتشارك معهم المجتمع والمعمورة موضحاً أنه ليس من حق أي إنسان أن يطلق النار في سينما تعجب الناس مشدداً توجد دائماً حدود أعلنت وزارة العدل السودانية أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوة مستقبلية ضد الخرطوب وتأكيد على حصانتها السيادية وقالتنا الاتفاقية التي وقعت الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية متعلقة بتسوية القضايا المرفوع ضد السودان في المحاكم الأمريكية والتي تشمل تفجير السفرتين في نيروبي ودار السلام ونبهت أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على كيانات في إيران والصين وسنغافورة وذلك بسبب تعاملها مع قطاع النفط الإيراني وقال أن العقوبات تشمل رؤساء تلك الكيانات وأن وزارة الخزانة فرضت أيضا عبر شركة تريل عقوبات على ثمانية كيانات بسبب بيع وشراء منتجات بيترو كيميائية إيرانية عبر شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية نهاية الموجاز شكرا على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء شكرا على المشاهدة